السلام عليكم شباب اليوم راح نبني ان شاء الله السشن الثاني الانترودكشن of metabolism احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة واخذنا ترون اني راح يكون عدي metabolism العمليات الايضية ممكن انه تقسم الى catabolism واناوليزم واخذنا انه catabolism هو يحلل الطاقة generation of ITB and anabolism يستهلف الطاقة الان احنا بالسشن الثاني والميتابوليزم and the process which derives energy and raw materials from food staff and use them to support repair growth and activity of this tissue of the body cells metabolism is defined as the highly integrated networks of chemical reactions that occurs within cells العمليات الايضية اللي هي ممكن ان توصل الطاقة للجسم ومن خلالها انه الجسم يستمر في growth and activity and repair عند الجروح وغيرها انه يتشاق يعني immune system هذه كلها تعرف على انه هي الطاقة as the highly integrated network chemical reactions العمليات الايضية هي عبارة عن network شبكة توصف بالnetwork مثل شبكة العنكبوتية هذه يعني مثلا احنا مو قلنا قلنا انه اكو كتابوليزم وعدنا انابوليزم لا تتوقع انه الكتابوليزم يحدث في مكان وما يحدث الانبوليزم نفس الوقت ممكن انه فيها الطاقة اللي كتتحرر والموليكولز اللي كتتحرر بالكتابوليزم يتروح غير مكان مش بيه يصير عندي بها كتابوليزم إذن هي networks of chemical reactions that occurs within cells the networks consist of a number of distinct chemical pathways وهو metabolic pathways which link together إذن عدي ثنين عني الديكتابوليزم والانابوليزم some pathways occurs in all cells whilst others combine two cells with specific functions cell metabolize neutral to provide إذن العمليات الأيضية التي تكتبت الداخل الخرية اشترضيني energy for the cells functions and synthesis of cell component ATP bulging bulk molecules إذن بناء الجزئات الكبيرة مثل من الروتينات التي سنعمل أمانوأسف أو الكليفوديني سنعمل يكنوكولز that are used in the synthesis of cell component needed for the growth maintenance and divisions of the cells organic precursor اللي هو acetylcholine اللي نستخدمه بال neurotransmitters إذن أو acetylcholine اللي هو precursor of bulging أو molecules for all substances in the cells biosynthetic reducing powers used in the synthesis of cell component اللي هو الشكل المختز للناد أو vitamin اللي هو nucleotide diphosphate البلد ممكن البرد ممكن البرد ممكن يروح للرينال ويصير طارح بالرينال أو باللونج هنا أو يصدر إلى التشو مثلا البرد 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 ممكن البرد الحلول للطاقة ممكن الحلول للطاقة والوست البرد ترجع للبلد ممكن ايضا تنطرح بالرينال أو اللونج البرد 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 بلد من مختلف التغلية اللي ممكن المصادر الانيرجي الدائت في جين الطاقة من الدائت سنتهز بدي تشو من تشو من تشو 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 بدي تشو 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 من ها قلكت مرح وتشو تحصل على المواد المسؤول عن فراحة Waist تروح للامونية زيادة الغياء وتطيني كيتون المؤسد ممكن يطيني البيروفيت و ممكن يطيني الاسيتاء الكو اي إذا رحنا نحن الاسيتاء الكو اي وين سيروح التي سي اي سالكلو الحرار لسي او تو والاي تي و الاشت يو او هنا نحن الكلوكوز في عمليات يطيني البيروفيت بالاناوروبيك والأيوروبيك ما هي العلاقة بين الاتمسية والميتابوليزم الميتابوليزم يتحضر الطاقة والميتابوليزم عمليات البناء وعمليات الهدم العمليات الهدم هي الجزائرات الكبيرة تتحطم وتكون جزائر صغيرة تحرر الطاقة والميتابوليزم بينما الجزائرات الزغيرة تكون تستهلك الهيدروجين المستخدم تستهلك الطاقة فإذا الوحدة تستهلك الكاتابوليزم هي عملية تحطم الجزائرات كبيرة صغيرة تكون بالأكسدة تحرير عندي هيدروجين وإيكترون تحرير الاتب تضيني الناد بي ايج العمليات الجزائرات صغيرة تكون كبيرة تستهلك الهيدروجين وتستهلك الطاقة نوترينت ممكن يكون بولدينك بالمولكولز أو أورغانيك بركارسر مثل السكايكوائد البولدينك بالمولكولز راح تطيني الSkB او تطيني الSkC المواد اللي تتخذون تكون جدار الثانية الورغانيكو بريكارسل متر اسكريكو ممكن الريدوسين باور او راح يرجع راح تبقين الانيرجي فوجود الوكسجين وهنا الكمبونيك ايضا ممكن انه ترجع الاتفاقين الاسيال البيولوجيكال اكسيديشن الاكسيديد الاكسيديد العمليات الاكسيديد هي الكاتابوليزم دائما يكون بها عمليات تحقيق الاكسيديد ما يكون بها وهو ريدبطيز تقريبا اكتزاع الاكسيديد مثل الاكسيديد الاحهاتف الالكاتف الاحهاتف باستثمر الكارير 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 لمن الهيدروجين من عندما تجربة المنفوسة يسيقع في المسارين ومن فاول ملكولين ملكولون يحوش يتصل على ملكول؛ المجرات ملكولة الملكولة هي ملكوتينميل الـ Adenin di-Nucleotide هو الـ Adenin di-Nucleotide الـ Adenin di-Nucleotide fosfate الـ Adenin di-Nucleotide fosfate والـ Flaacine di-Nucleotide FAD هذه هي العطم الـ Adenin di-Nucleotide تخزين الهيدrogen يكون خزين طاقي جدا عاني يستخدمها جسم بالانابولوجم أو عدماء يستخدمها بالعدماء يحتاج طاق إذن عميات الأكسدة هي إزارة الإلكترون مع عيون الحيدروجين إذن عميات الأكسدة هي تحرير عيون الحيدروجين مع الإلكترون فهذا الحيدروجين سوف تتفعل مع مولكول الثانية ما سوف نخذ نهاية؟ الغالب ما يكون هو الهيدروجين هناللاحظ بحالة عميات الأكسدة للمولكولز سوف نأخذ الهيدروجين المعمليات يتحول الـ Reduction Form الـ Reduction Form يفتدل الـ Hydrogen ويتحول الـ Reducing Form ويظن النار بنفس الوضعية هنا هو يتحلل الطاقة بـ Ectron Transports هنا هو Bio-Synthetic Adoptions عمليات تصنيع الجيئات مثل الـ Amino Acid مثل الكروكوز بالـ Genova حيث كلها تحتاج إلى هذه الموليكوز فكسبلين الـ Biological Roles of ATP كرياتين فوسفير وانت أدار موليكوز إذن إحنا جميع جسم الإنسان الجسم يحزن الطاقة على شكل ATP وأيضا يحزنها على شكل كرياتين فوسفير الكرياتين فوسفير هو تقريبا يمطينا الطاقة عندما يكون الإكسرسيز للأشخاص أسرع واحد يمطينا الطاقة هو الكرياتين فوسفير الكرياتين زائد الـ ATP رح يتحولي الكرياتين زائد الـ Fوسفير زائد الـ ADP هنا نشوف متabolism is all about coupling the energy release from zero organic reactions to the energy required to under-growing reactions and intermediate processes and intermediate processes is required الـ ADP و الـ ADP cycle الأقصر اللي هو يتحرر للطاقة energy energy releasing كبس 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 خطيح كبس منوس 62 كبس كبس الكرياتينين فوسفير كبس كبس الكرياتين الفوسفير الـ الـ دكتر الـ فوسفيت المتحررة اللي هي أورغانيك بسالب سالب 31 عندما يتحول الثاني اللي هو 80 عديني جايب فوسفيت الى عديني مونوسفيت راح يكون سالب 1 تاكن ايضا والنتيجة اللي يتحول 80B الى AMB راح يكون سالب 62 الكرياتين فوسفيت هذا موجود بالمصر الكرياتين فوسفيت ولذلك نستخدمه كماركر المن استخدمه للكارديك او النيوكارديك او الكارديك ديزيز بعض الناس كمعكس نحتاج الى الناس نحتاج الى الناس نحتاج الى الناس كرياتين كرياتين ازااد الاتب راح نفضل طاقة على شكل كرياتين سوف نفعل كرياتين هذا الانزيم اللي هو يحول هذا المعادلة طبعا تكون بالتجاه المدعات عندما تزداد الطاقة راح تلخزن على شكل كرياتين فوسفيت عندما جسم الى الطاقة راح تتحرر من الكرياتين ويتحول الاتب مع تفاعلها مع الاتب عندما تتحرر الاتب تحترر افتحرر كرياتين يصبح افتحر من كرياتين حسنا نقل الى الامر حسنا نريد الى 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 الانزيم تقلل من الزايد للـ Oxidized Form of Nod والـ Hydrolysis High Energy ستحول لها الـ ADP الـ Oxidative Phosphorylation can be converted to high energy bonds in ADP by Oxidative Phosphorylation عمليات الأكسدة Brotons transfer to Oxygen نقل البروتون والـ Energy to ADP حيث يكون الـ Oxidative Phosphorylation يمكن أن يزيد الفسفورة البروتون ينتقل الـ Oxygen مثل الـ ATP وتحدث أحوانا بالـ Microfondering الـ Energy Signals ستحول لـ Low Energy Signals هذا الشغل بالطاقة لا يأتي عبثي يجب أن يكون هناك هناك إشارة من الخلية أنه قلت لعدي الطاقة Increased Oxidative Hydrogen Carriers Increased Hydrolysis Energy Carriers هاي الإشارة أنه محفظة الطاقة بـ Increased Catabolism راح زيتني هذا شبهة بـ Catabolism و تحدث أحوانا بالـ High Energy Signals عندما تكون طاقة جداً عالية راح تنبعد إلى الأفكارية إشارة أنه طاقة عالية مثل Increased Reducing Hydrogen Carriers الذي هو الـ ATP الـ Energy Stores من المسل بـ بـ تحتاج إلى محفظة الطاقة من المسل تحتاج إلى محفظة الطاقة بـ إذن الـ 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 تحتاج إلى الـ 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 الاجر صورات دائماً تحول ازال الأربع الـ الاجرART توضع simulations ذات JUL كن وبالتالي راح يكيسيري أكثر من المسل واحد من هذا الائزو إنزائم يكون سبيسيفيك المن للعضلة للقلب ريز فرومسيوز إبداي الميكوكاردية راح ترعيلها العدي هذا الائزو إنزائم أكبرت في البلد أكبر أكبر أهوار الدايجونسيس مالتا راح يكون بالميكوكاردية الكرياتينين هو البرائكداون المتحدثة الكرياتينين ومن كيسر راح يكون الكرياتينين وهذا الكرياتينين نستخدم للرينال تاكشن تاست الوضيفة التكليق عندما تكون في شكل نظامي راح يكون هذا الإكسكريشين والسنتيس المارتعي راح يكون كونستان كابل إذن البرائكداون 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 المسلز روستان روستان إذن البرائكداون أكبر يمكن أن تكون تقريباً مستخدمة من المسلز ويقوم بإذن البرائكداون المسلز ويقوم بإذن البرائكداون شكرا للمشاهدة على المتابعة هذه المتابعة للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر